بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة والاخوات ابنائي وابناتي اهلا ومرحبا بكم مع مفهومنا التامنة النهاردة المفهوم ده الحقيقة يعني لفت نظري جمال جدول الضرب 9 في حاجات جميلة جدا ممتعة ولذلك انا فضلت الحقيقة ان انا اكلمكم فيها عشان تاخدوا بالكم منها يعني بنعتبرها اسرار وخفايا الجدول ده اللي هو جدول 9 ده تعال ابوص للجدول قدامي ادي الجدول اه واحد في تسعة بتجيب تسعة اتنين في تسعة بتجيب تمنتاشر تلاتة في تسعة بتجيب سبعة وعشرين وهكذا اربعة في تسعة بستة وتلاتين وانت ماشي قدامك هم تعال نشوف اول حاجة في النواتج بتاعتنا اجبع كده النواتج معي وانت ماشي كده دي تسعة كويس ودي تمانية وواحد يبقوا تسعة كويس سبعة واتنين تسعة ها ستة وتلاتة تسعة خمسة واربعة تسعة اربعة وخمسة تسعة تلاتة وستة تسعة اتنين وسبعة تسعة واحد وتمانية تسعة صفر وتسعة تسعة حتى لو كملت تسعة في احداشر بتسعة وتسعين هتجمع تسعة وتسعة تمنتاشر تجمع تمانية وواحد تطلع تسعة برضا طيب لو خدت تسعة في اتناشر بمية وتمانية هتجمع تمانية وصفر وواحد هيدي لك برضو تسعة دي اول حتة جميلة ويمكن الجدول الوحيد للجداول الضرب اللي موجودة فيه دي طيب عشان توجد الناتج بسرعة يعني ايه يعني مثلا حد بيسألك وبيقولك انا عايزك تضرب لي تسعة في سبعة بكام اه انا بضرب خد بالك تسعة في سبعة بسيطة جدا ابعد عن التسعة وخليك ماسك في الحاجة اللي بتضرب فيها اللي هي السبعة نقصها واحد تديك كام تديك ستة انت عايز المجموعة زي ما اتفقنا هنا مجموعة النواتج بيطلع تسعة طيب عندك ستة يبقى فاضل تلاتة تحطها في الاحد يبقى تلاتة وستين تمام واضحة طيب افرض ان انت عايز تضرب تسعة في مسلا اه تسعة في خنسة اه بتنقص من خنسة واحد تبقى اربعة وتسألها عايزة كام عشان تبقى تسعة عايزة اه خنسة هتحط الخنسة يبقى خنسة واربعين واضحت كلها كمان واحدة تاني طيب اذا كل جدول تسعة لما تعوز تجيبه تشوفه بيتضرب في كم العدد اللي بيتضرب فيه ده نقص منه واحد وبعدين شوف كامل اللي يكمل تسعة معاه حطه قدام منه في الاحد يبقى هتوجد الناتج بتاعك بسرعة بان انت بتطرح واحد من اللي انت بتضرب فيه التسعة وتحطه في خنة العشرات وبعدين اه تحط في خنة الاحاد اللي يكمل اه رقم العشرات ده لتسعة خلاص فهمناها دي برضو دي اللقطة التانية الجميلة في جدول تسعة تعالا كمان معايا بص برضو شوف خنة الاحاد وانت ماشي كده على طول خنة الاحاد بس شوف تسعة هم تمانية هم سبعة هم ستة خنسة اربعة تلاتة اتنين واحد صفر شوف وانت ماشي كده متدرج معاك الاعداد اهو من تسعة لغاية ما بتوصل الصفر وبعدين بعد كده بيزيد بقى اه يعني تسعة في احداشر بتسعة وتسعين بيرجع يتعادل ايه الكرة دي تاني وانت ماشي برضو دي مش موجودة في باقي الجداول كلها اللي هي خانة الاحاد تلاقيها متسلسلة في الاعداد بتاعتها من التسعة وانت ماشي لغاية الصفر طيب تعال بص حاجة تاني كمان هتلاقي ان رقم اللي انت بتضرب فيه العدد اللي انت بتضرب فيه وبص للأحاء للعشرات بتاعت الناتج هتلاقي العدد اللي انت بتضرب فيه اهو نقص واحد اهو اللي هي الحتة اللي كنا بنقول عليها عشان نجيبها يعني ده واحد ادي العشرة صفر ده اتنين ادي العشرة واحد ده تلاتة ادي العشرة اتنين ده اربعة ادي العشرة تلاتة ده خانسة العشرة اربعة وهكذا وانت ماشي تنقص واحد على طول الناتج الناتج اللي عندي بينقص واحد عن العدد اللي موجود عندك اللي انت بتضربه في الايه في التسعة ده عشرة اهو بقى تسعة وهكذا وانت ماشي طيب يبقى رقم العشرات في الناتج بينقص واحد عن العدد اللي انت ضربه في التسعة اه ازاي نوجد الناتج برضو بطريقة سريعة بان احنا نتعامل مع العشرة التعامل مع العشرة ده الحقيقة جميل جدا في الجمع والطرح والضرب والاسم انا اتكلمت عليها كتير قبل كده في عملية الجمع ازاي تتعامل مع العشرة وعملية الطرح ازاي تتعامل مع عشرة حتى جدول الضرب هنا دي يعني مدرسين احنا زمان كانوا بيقولوها لنا اه جميلة او ظريفة جدا اه يعني نشوف كده نجرب ايه هي مفهومها ايه يعني حكاية العشرة دي يعني باستخدام العشرة بص يسيدي دي تسعة عايزة كام عشان تبقى عشرة عايزة واحد حطوا فوق دي طيب ودي اتنين عايزة كام عشان تبقى عشرة عايزة تمانية هتحطوا فوق دي كلام جميل اه اللي انت حطتهم فوق دول اضربهم في بعض والنتج بتاعهم حطوا في خانة الاحد تمانية في واحد بتمانية طيب وبعدين وبعدين اطرح دي او دي اللي يعجبك اللي اتنين زي بعض تسعة ناقص تمانية تديك واحد اهو حطينا في خنت العشرات او اتنين ناقص واحد تديك واحد فهمنا? اقولها تاني انت بتقول التسعة عايزة كام عشان تبقى عشر عايزة واحد ما تحطوش فوق حطوه فوق العدد التاني الاتنين عايزة كام عشان تبقى عشر عايزة تمانية حطوه فوق العدد التاني اضرب تمانية في واحد بتمانية حطوه في الاحد طب افرض يا استاذ ان العدد اللي عندي ده طلع رقمين ماشي حطوا برضو التمانية بتاعته او العدد يعني الاحد بتاعه والعشرات خليه تضيفه على اللي بعده طيب فهمناها تعال نشوف واحدة تاني اهو الستة عايزة كم عشان تبقى عشر عايزة اربعة اهو هنحطها هنا طيب والتسعة عايزة كم عشان تبقى عشر عايزة واحد اهو هنضرب اربعة في واحد تديك اربعة اهي طيب وبعدين اطرح التسعة ناقص اربعة تديك خمسة او الستة ناقص واحد تديك خمسة وصلت الحتة دي طيب في برضو يعني فكرة ظريفة وعجبتني الحقيقة قوي قلت اقولها لكم اللي هي ان انت تستخدم صوابع اليد وتحسب على اساسها ازاي بص هتحط ايديك بحيس ضهر ايدك هيبقى نحية وشك نحية واجهك ضهر ايديك بحيس يبقى الابهامين اللي هما السبعين دول ده وده يبقى قصد بعض كده اه هيبقى ده ضهر ايدك كده نحية وشك وهتبقى رقم واحد هنا رقم اتنين هنا ثلاثة هنا اربعة هنا خمسة هنا ستة هنا سبعة هنا تمانية هنا تسعة هنا عشرة هنا وشوف انت هتضرب في كامل هضرب التسعة مثلا مثلا في اربعة يبقى اثني الصابع ده اثني ايه شوف على يمينه هنا في كم صابع وعلى شماله هنا في كم صابع هي الإجابة على يمينه هم شايف انت بتضرب في اربعة دلوقتي ادي ست صوابع هم ادي خمسة وادي واحد يبقى ستة اهو وهنا على شماله في تلاتة هم يبقى الإجابة ستة وتلاتين ده لما ضربناه في ايه التسعة في اربعة طيب افرض ان انا عايز اضرب التسعة في سبعة مسلا تسعة في سبعة يبقى انت حتتني السابع اللي هو السابع انت بتقول تسعة في سبعة هتتني السابع السابع ده هو هيبقى هنا في تلاتة اهي وهنا في ستة يبقى تلاتة وستين خلاص كلام جميل طب افرض يا استاذ ان انا بضرب تسعة في عشرة اه خد بالك مندي بقى تضرب تسعة في عشرة يبقى تخب الصابع الايه العاشر ده في صوابع على يمينه هنا ما فيش صفر طب في صوابع على شماله هنا اه تسعة اهم تسعين شفتوا شفتوا جمال جمال جدول تسعة في حاجات جميلة جدا 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 ويريت تسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة وتعرفها لان اي عدد هيتضرب في تسعة هتوصل للاجابة على طول بتاعتك حبيبي اتمنى لكم التوفيق واتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتم من المعلومة اللي قلتها الخفيفة الظريفة دي وارجو ان انتوا تشتركوا في القناة لان اشتراكك في القناة حيفيدك كتير جدا فان انت تعرف اي فيديو عايزه تقدر توصله بسرعة واي ملاحظة اكتبها لتحت الفيديو وانا هجوبك عليها واشتراكك في القناة بيكون بان انت بتضغط على كلمة اشترك اللي فوق الفيديو او كلمة اشترك اللي تحت الفيديو بالعربي او بالانجليزي بتضغط عليها بتلاقي جنبها عادت كده بيدخلك على القناة بتاعتي بتدخل على القناة بتلاقي الفيديوهات وارا بعضها على طول وتحتها القوائم اللي هي التأسيمة اللي انا عاملها يعني هتلاقي مثلا القيمة التشغيل مثلا المفاهيم اللي هي بنحتيها دي هتلاقي السبعة اللي احنا شرحناهم دول موجودين جواه تضغط عليها تبقى الفيديو شغال وجنبه اللي انت عايز تختاره منهم تضغط عليه تروح مشغاله دي اسمها قوائم تشغيل هتلاقي قوائم تشغيل الدروس شرح الدروس هتلاقي قوائم تشغيل المراجعات هتلاقي قوائم تشغيل المفاهيم هتلاقي قوائم تشغيل وهكذا وانت ماشي ده كله موجود على القناة يفيدكم واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته